ها سلامة اشتنا حوالكم ان شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي اليوم ان شاء الله بش نقعد ملكم الرسات بكلها منفعة وبنها ستقوني ما شاء الله ان شاء الله هاكم تشوف المنظر كيف نية مرتفعة وهشيشة وخفيفة اليوم بش نعلم ابعضنا كيك البسيسة البسيسة في تونس غنية عن التعريف سبق لي وتشاركت معكم الرسات وان شاء الله بش نزيد نشترك معكم انواع مختلفة اخرى من البسيسة بالنسبة للبسيسة اللي استعملتها اليوم اتخليكم الرابط متاحها في صندوق الوصف دونك سهلة جدا ان شاء الله يربي تجربوها وتشاركوني تطبيقات متاعكم اليوم رسات اللي تعنا بش نتشاركها معاكم بطريقتين يعني بالكيلة وبالجرام يعني كل شي يكون موزوم بالجرام بمقادير دقيقات نجمو تعودوا الرسات تتبعوها لمشاريعكم وإلا تودوا بها صغيراتكم بش تغويوهم خطر صدقوني المنافع اللي موجودة في البسيسة لا تحصى ولا تعد بالطبيعة تنجمو تعاملوا الرسات هذه بأي نوع بسيسة متوفرة عندكم نتصور تعطيكم نفس النتيجة بالنسبة لي عملتها بسيسة القامح كما قلت لكم سبق لي وتشاركت معاكم الرسات نخليكم الرابط في صندوق الوصف زي انت لهنا بشوية مكسرات ثم زينو باللي تحبو تنجمو تحطو المكسرات في الوسط زدوها سبيب أعملو اللي تحبو عليه من زيتش نطول عليكم بالنسبة للمقادير بالجرام عندي لهنا 4 بيضات ميتين جرام سكر مية وستين جرام زيت مية وعشرة جرامات ياغرت يعني علبة واحدة ثمانين جرام من العطرشية ميتين وستين جرام سيسة سبعين جرام دقيق عشرين جرام كاكاو خمستاشن جرام من خميرة الحلويات ملاحظة تنجمو تعاوضوا المية وعشرة جرامات بي آآ الياغرت بالحليب بالنسبة للسكر اللي هنا بشعتيكم المقادير كيما قلت لكم بالكيلة الكيلة مش نستعملوا علبة الياغرت دونك الياغرت ديك العلبة ديك توزن مية وعشرة جرامات ثم تنجمو تتبعوها بالنسبة للسكر اللي هنا ميتين جرام سكر يعني زوز علب سكر كيف ما تشوفوا دون كاكا كيالت قدامكم بالكيلة وبالجرام اربع بيضات مهم جدا يا احبابي انو يكونوا بحرارة الغرفة مهم جدا زيتا نحطوا عليهم رشة الملح وما ننساوش الفانيليا كو سواء السكر فانيلي ني وإلا نعملو الفانيليا السائلة دونك نركضوا البيض والسكر ورشة الملح ومعاهم قطارات الفانيليا بطبيعة ما تنساوهاش خطرا اضفناهم بعد مع والدي دونك الهنا دي ما شركوا صغيراتكم خستان كيبداو دي كيك سامبل عندكم باش تعملوهم باش ياكلوا مؤخرا ابني ما عادش يحبي ياكل كالبسيسة وكل حاجتك المغذية دي كالكل وليت ندخلوا معايا يعمل لي كيك ويعمل كرساتة الساهلين باش ينجم باش ينجم يعني نوكلهم لهم بعد ولا ياكلهم هو فاسي المو دونك اهنا عنا مقدار متاع مية وستين جرام زيت يعني ما يعادل علبة ونصف من اليغورت علبة ونصف من اليغورت يجيو مية وستين جرام علاش وزنتو لكم الزيت بالجرام ما راهو زيت كيتوزنو بالجرام نص وكتقاه بالمليلتر نص يعني ذاك علاش نعطيكم في كل شي بالجرام باش ما تغلطوش في الحكاية هذي نهائيا بالنسبة للعطرشياء زيدا كيف كيف ما نحطوه هاشتا ونحطوها اخر حاجة بعد ما يكملو خلطو المكونات الجافة ما تستغربوش دونك الطريقة ولا اسهل من هكا الهنا بعد ما كملنا ركاضنا البيض والسكر وزيدنا زيدا كيف كيف الزيت عملنا له تركيضة خفيفة وبطبيعة زيدناه علبة الياغورت طوى باش نبديو ننخلو عليه المكونات الجافة بالنسبة للمكونات الجافة عندي الهنا 260 جرام من البسيسة البسيسة كيما قلت لكم اسباق لي وتشاركتها معاكم عندي زيدا كيف كيف 15 جرام من خميرة الحلويات 20 جرام كاكاو راكم تنج متستغنين عليها وتنج متعوضاها كلها بالبسيسة لكن صدقوني كيضيفو المنسوبة ديك العشرين جرام طاع الكاكاو ما يعادل ملعقة كبيرة ولا اشتر علبة متاع الياغورت يعني كاكاو من نكهة لبسيسة اذا كان صغيراتكم ما يحبوش لبسيسة وتحتيكم بنا في الكيك صدقوني والله يبنينا على الاخر جرب الرسايت ومتأكدة مليون في المية باش تعجبكم دونك اني عاود نكيل ديما المقادير عليكم باش متوما تعاودوا تجربوها حتى من غير ميزان لهنا ديما قلت لكم ولدي ساعد فيا دونك لازم لازم زدموا لحظة مهمة انكم تنخلو المكونات الجافة متاعكم فوق الكيك ايا كيك كاملة كل ما تنخلو المكونات فوقها ديكم كيك اخف واهاش بالنسبة لنوع الدقيقة اللي استعملت وستعملت دقيقة هادي جميع الاستخدامات وهنا باش نكملوا باربعة كيلات متاع بسيسة دونك كيلة متاع فارينة اربعة كيلات بسيسة ونصف كيلة متاع كاكاو كل شي سهل وبسيط معليكم كانت جربو الرسيت وتدعيولي بالخير متأكدة باش تعجبكم دونك نكمل وننخلو المكونات متاعنا ونحركوهم تحريك بطبيعة ما تبلغوش في التحريك خاطر من اسباب فشل الكيك انه يكون اعظم بارض مثلا انكم تبالغوا في تحريك المواد الجافة لنتسيبك الجلوتين اللي فيها دونك الكيك متاعكم جيكم ملبدة ومترتفعش وزدك في كيف حرارة الفرن حرارة الفرن مهمة جدا لهنا يراني قبل ما نبدأ الرسيت متاعي خليط الفور يخدم ولا يسخن على درجة حرارة مية وستين درجة نجمو من مية وستين لمية وخمسة وستين لمية وسبعين متوما احرار كل واحدة وقوة الفور متاحها تخليوا فوركم حتى ليني يكمل يسخن لطن معناها لانتوما حضرتوا الكيك متاعكم تصبوها في الخليط ومبعد تالي تحطوا وتعدلوا فوركم كما تحبوا متوما سلون الرسيت اللي عندكم ان شاء الله تكونوا فهمتوني في النقطة هذي باش ما تفشلوش في اي نوع رسيت ولا اي نوع كي برشة رسيتات واغلبهم يحبوا يكون الفور سخون دونك ان شاء الله تكونوا فهمتوني وان شاء الله نكون ما ازعج ما ازعج تكون مش سمحوني دونك وتكونوا نكون خفيفة نطلع عليكم يعني الهنا جزء راني نحرك فيها التخليطة يعني هيك عالسريع باش ندخل مكونات كل في بعضها دونك هنا اخر لمسة عنا اللي هي الكل في الكل مقدار اكثر شوية هيك من نصف كعبة الياغورد من العطرشية بالنسبة العطرشية سبق لي وتشاركتم معاكم طريق التقطير العطرشية الناس اللي ما تفهمش معناها عطرشية نجموا تعاوضوها بماء الزهر وإلا بماء الورد لكم حورية الاختيار لكن نرهو ماء العطرشية واحده لا يغنى علي لا يغنى معناه ما فيماش حاجة كيفو يعني في رسيت هذي حاجة لوكس عاللخة دونك كلا عادة لهنا ناخذو المولم بتاعنا نعملو له بالزبدة وبالفارينة ما نصحكمش تعملوا بالزيت خطر الزيت يخلي لكم تشرب برشة فارينة ناك جوست شوية تمسيحها بالزبدة ومبعديني تعملو له رشة بالفارينة وتنجموا تعملوا في غدر رشة الفارينة رشة جلجلين وتنجموا تعاوضو الجلجلين اللي هو السمسم برشة من البسيسة يعني نفس الخليط اللي حطيناه تحطوه من بره نكملو نصبو البربراتيون متاع البسيسة بتاعنا الكيك متاع البسيسة ونرشو من الفوق بالنسبة لي اذا كان حبيتو تحطو في وسطها مكسرات كسوسوها زبيب ولا لوز ولا اي حاجة يكفي انكم تخلطو هاكي الزبيب ولا هاكي الفاكية ذيك بمغير فا صغيرا تعفارينها علاش باش نرملوهم شوية باش الفاكية ما تطيحش في قاعة الكيك دجا من اسرار ثبات المواد ذيك الجافة في وسط الكيك هو انكم البربراتيون متكونش سائلة برشة تكون عاقدة بالشكل هذاك وبالطريقة هذية مستحيل تطيح لكم الفاكية في قاعة الكيك دخلنا الكيك متاعنا على درجة حرارة مية وخمسة وستين درجة ولا مية وسبعين درجة كل واحدة وقوة الفورم بتاحها تخليوا الكيك متاعكم مطي بعشرين خمسة وعشرين ثلاثين دقيقة كيما قدتكم كل واحدة وقوة الفورم بتاحها ومبع تالي تطلعوها وتخليوها تبرد شوية تدفى يعني وتقلبوها لانتكمل تبرد تماما باش دوقوا البنة الحقيقية متاع الكيك ننصحكم تبيتوها ومغلفة ليلة كاملة ومن غدوكا قصوا وكلوا ودعيولي بالخير خطفة تأكده باش تعجبكم ان شاء الله يا ربي ما يكونش تعبتكم ما يكونش طولت عليكم بتكونوا رسيتت علي وما عجبتكم وتجربوها وطوما تقالي كم شو نقولكم دومتم في رعاية الله وحفظة وما قبل ما نمشي بالله بتنسوش باش تضيفوني على انستغرام وتخليو لي كومنتير مزيين وتعمل لي التاق اذا كان تشاركة الرسيت باش نجم نشوف الببليكاسيون بتاعكم ولا الحاجات اللي عملتوهم تاهم ابقالي كم شو قولكم دومتم في رعاية الله وحفظة ونشوفكم ان شاء الله يا ربي في فيديو جديد بسلامة اشتركوا في القناة